درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا أعزائي طلاب وطالبات سنة تانية عدادي وصلنا إلى حل النموذج العاشر في كتاب المعاصر المراجعة النائية 2022 في أول تعليق أسفل الفيديو هتلاقي رابط تضغط عليه هيوصلك لقيمة تشغيل أو بلاي لست هيكون فيها كل الفيديوهات الخاصة بحلول النماذج السابقة كمان في قيمة تشغيل تانية هتلاقي فيها رابط هيكون في شرح تفصيل الوحدات من الأولى حتى الوحدة السادسة كمان قبل نهاية الفيديو بعشرين ثانية هتظهر لك شاشة النهاية أو end screen هرشح لك تلات فيديوهات مهمين جدا ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو مباشرة سامبل تاست تان بيج وون هندرد صفحة تقمية في كتاب المعاصر المراجعة النائية طبعا جزء لها أول حبيبي بيكون السؤال الأولاني listening بيقولك listen and choose the correct answer from ABC or D بتستمع إلى نص استماع في بعد كده بيكون عليه أربع أسئلة بناء على اللي انت سمعته بتجاوب على الأربع أسئلة خلي بالك وبتكتب الإجابات أو الحلول فقط في ورقة الإجابة طبعا هقولك نص الاستماع مرتين وبعد كده نحل هذه الأسئلة حاتم عادت إلى كيرو المرة عودت إلى الكريد من الأردان حاتم عادت إلى كيرو المرة عودت إلى كريدة من الأسئلة ادي الاربع اسئلة بناء على النص الصغير اللي انت سمعت ليه نمبر وان عندنا لست مانت لست ويك لست يير لست سندي طبعا هنا ايه لست ويك بعد كده نمبر تو طبعا بناء على جزء النص اللي انت سمعت ليه طبعا هنا ايه نمبر ثري طبعا هنا ايه نمبر فور طبعا بناء على جزء النص برضو ايه خلي بالك تكتب الاجابات المطلوبة منك فقط يعني تكتب ورقة الاجابة رأس السؤال ما فيش مشكلة بعد كده نمبر وان نمبر تو نمبر ثري نمبر فور والسؤال ده بيكون عليه اربع درجات مضمونين جدا 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 نيجي بعد كده للسؤال الثاني هو المحادثة طبعا عندك محادثة بيبقى عندنا عاشر تبادلات وبعد كده هنا بيدي لك عنوان المحادثة هنا بيقول لك طبعا النصيحة ديك بقولها كل مرة لسنا اقول عدادي او تانية او تالتة على قناة دروس بلاش انك تقرأ المحادثة كاملة بدون حل علشان تعرف مين بيكلم مين بيتكلموا فين بيتكلموا امتى بيتكلموا بخصوص ايه وبناء عليه بتقدر تحدد الاجابات المطلوبة كمان عندنا خمس فراغات طبعا ثلاث فراغات منهم على هيئة اجابات يعني جملة خبرية عندنا نمبر وان نمبر ثري واثنين منهم بيكون على هيئة اسئلة زي ما احنا شايفين في نمبر تو نمبر فور نقرأ مع بعض هنا بدون حل ونشوف ماريام بتقول لرودينا عن الروتين اليوم بتاعها فرودينا طبعا بتعطي الجملة الاولى كاملة اللي احنا نقراها دي سواء كان اجابة او ايه او سؤال رودينا بتسأل ماريام بتقول طبعا ماريام ما ترد عليها مبدئيا هتقولها اكيد ياس بس هتكمل ياس ايه بعد كده رودينا هتسألها سؤال خلي بالك بناء على هذا السؤال ماريام ردت عليها قالت لا انا بصحى الساعة ستة ونص الصبح اكيد سألتها بتصحيمتها بعد كده رودينا هل انت بتجهز الفطر بتاعك فماريام هتقولها يسأل نو ما نعرفش بس خلي بالك رودينا هتسألها سؤال اللي هو اربعة يعني وابونا عليه ماريام بتقولها طالما هنا قالت ماما بتعمل حاجة دي يبقى طبيعي ماريام كده اكيد قالت هنا ايه نو في نمبر ثري بعد كده رودينا ازاي بتروح المدرسة كل يوم طبعا في هنا في اكثر ايه اكثر من اجابة نبدأ نحل مع بعض هنا هنا هتقول لها ياس اي دو ممكن تقول لها yes i do or yes of course بعد كده رودينا هتسألها سؤال طبعا ده السؤال ده سهل هنا what time do you get up طبعا هنا انا سألت هنا what time اولا هنا السؤال في عندنا هنا في توقيت what time بعد كده الفعل المساعد هنا do طبعا بيبقى do او does انا هنا طبعا قلت do علشان الفاعل هنا هيبقى you وبعد كده جتب اللي هو ايه المصدر I get up at 6.30 in the morning بعد كده رودينا do you make breakfast do you make your breakfast طبعا هنا هتقول لها no i don't خلي بالك لان رودينا بعد كده تسألها who makes breakfast for you who makes breakfast for you من يعد او يجهز الفطر لك خلي بالك علشان بعد كده ماريان بتقولها my mom always makes it for me طبعا هنا it اللي هتعود على ايه هتعود على breakfast بعد كده رودينا how do you go to school every day طبعا هنا ماريان مثلا هتقول لها I go to school by bus every day I walk to school خلي بالك ممكن تقول لها I walk to school every day يعني على اساس ان المدرسة قريبة ايه منه السؤال ده عليه خمس درجات نيجي بعد كده reading comprehension عندنا قطعة انشا ودي عليها ست درجات خلي بالك تقرؤها كاملا بشكل جيد جدا وبعد كده تبدأ تحل الاسئلة نرى مع بعض هنا بيقول كان يوما ممترا في فصل الشتاء او يعني بمعنى صحة عشان هيسألك في الوصول بعد كده هنا اين جينوري في شهر يناير في شهر واحد زي اللي احنا فيه دلوقتي المزارعون كانوا في حقولهم يعني فيه ولد كده صغير جيري ناحيتهم بيصرخ طلبا للنجاة والمساعدة يعني فيه قال لهم ان النهر كده فاضع يعني كان فيه فاضان في النهر يعني وهما كانوا في خطر هما اللي هما المزارعون يعني او المزارعين ما صدقوش يعني ما صدقوش لان الليتل هنا يعني صغير ولد صغير يعني ان طالما هنا مكتوبة بالبول يبقى كده يبقى فيها سؤال كان ولد صغير فما صدقوش كلامه بعد مرور ساعة يعني المية ارتفعت في النهر دي على الارض بتاعتهم يعني فغرأتها المزارعين دلوقتي الامريكان يقولك أو يعني عارفوا يعني كلمات الولد كانت صديقة كانت صائبة يعني حاولوا انهم ينقذوا الحقول بتاعتهم والبيوت والمنازل ولكن لم يستطيعوا يعني فقدوا ما حصيلهم يعني فقدوا ما حصيلهم في بعض الظهر بقى بعض المهندسين بعض المهندسين يعني يعني المهندسين جم ببعض الآلات يعني وحفروا قناة أو مجر يعني مياه إلى النهر يعني برضو بعض المعدات كانت استخدمت أو تم استخدامها لإزالة الماء أو عشان يطلعوا الماء من الحقول بتاعته خلي بالك أنا عندي هنا وعندك أكيد هيسألك بعد كده الحاجات دي بتشير إليه عندنا نبدأ الأسئلة هنا عندنا أول سؤال ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة طبعا الفكرة الرئيسية للقطعة في أكتر من فكرة ممكن تقول يعني صدق أو أؤمن يعني أو صدق أن وطلة البيز اللي ماذا ما يقوله الأطفال الأولاد أو ممكن نقول ممكن أي واحد ممكن يدلك الخطر أو يحذرك من الخطر أو خيبك دي رقم يا دي رقم واحد دي رقم اتنين أنا بديلك أكثر من حل هنا أنت ممكن تدي حل رابع لو عاوز يعني يعني استمع لأي حد ممكن بغض نظر عن إيه عن السن بتاعه خلي بلك أنا قلت هنا لو كانت فاعل صفة الملكية بتاعتها بتكون إيه عندنا لماذا تعتقد أن الفلاحين لم يصدقوا الطفل أو الولد لأن أكيد هو كان صغير طبعا هي موجودة بالظبط دي because he was just a little boy لأنه كان ولدا إيه؟ يا دوبك ولد صغير نمبر ثري which season was it in January طب السيزن سيزن يعني فصل أو موسم بيكون في يناير طب يعدها بيكون الشتاء هنا نقول it was winter it was winter بعد كده تشوز the correct answer from ABC or D نمبر فور the underlined word they refers to طبعا كلمة they في القطعة لما قلنا they were very sad اللي هي أول سطر في صفحة 101 تمام هنا؟ يبقى هنا فيلز عندي ماشينز عندي فارمرز عندي انجينيرز طبعا هنا إيه؟ الإجابة هي نمبر فايف بعض المهندسين جاءوا بمعدتهم عشان يحفروا محصول كنال طبعا بوكس طبعا لأ برضو هنا يبقى الكنال نمبر سيكس الكلمة المحطوط تحت خط يعني الولد الصغير لما قلنا ايه لتل لما قلنا they didn't believe him because he was just a little boy وقلنا لتل يعني صغير في السن طبعا هنا ايه يونج يعني صغير ايه السن السؤال ده عليه ست درجات نيجي بعد كده للسؤال الرابع يخص طبعا المفردات والتركيب اللي هو طبعا بيبقى في عشر جمل في سبع جمل يخص طبعا الكلمات واربا وتلاتة يخص ايه الجرامر وبعد كده السؤال بعد كده يقول اربعة يخص عندنا يعني المصريون القدماء كانوا بيصنعوا القدرة والاواني دي طبعا ده حالينا كل حاجات دي بالتفصيل وفي الشرح التفصيل على قناة دروس بلاش هنا اللي هو السلصال يعني لا يجب على لا ينبغي على السياح ان هما ايه الاماكن اللي بيزروها سي يروا انجو يتمتعونا دمج يحطمونا يا نحمي طبعا طالما هنا خلي بالك ركز يبقى لا يجب عليهم ان يحطمونا الاماكن الذين يزروها البنات الحلوين اللي زيكم كده يا بنات اللي بتسمعوا الفيديو بيحبوا انه يساعدوا مامتهم في انهم يرتبوا كل حاجة عندي طبعا هنا الاجابة السليمة يعني ينظم او يرتب يعني مين الناس اللي هم ما تعرفهم شو يبقى اكيد الناس الغرباء عندي غريب يعني بعد كده عندنا نابر 5 الناس الكويسة واللطيفة والعطوفة دي يعني بيعملوا ايه المال يعني لكي يساعدونا او يساعدوا الجماعات الخيرية يعني 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 دونيت نكمل بعد كده بيج 102 عندنا نمبر 6 نيوتريينز ار مور سبيس ان ريلاكس ان بيفور يعني القطرات الحديثة يعني اكثر ايه وراحة مما كان من قبل اقلي اه بي ان كونفورتبول كونفورتبول مريحة دينجرس طبعا هنا الاجابة السليمة هي ايه طبعا كونفورتبول كونفورتبول يعني ايه يعني ايه مريحة بعد كده عندنا نابر 7 يعني اللي عايز اقولك اللي هو المخطط البيان يعني بيبين حالة التقص او حالة الجو في مصر خلال اخر عشر سنة عندك كارد شارت فارد شارت بارد شارت رير شارت طبعا هنا بارد شارت اللي هو المخطط البياني نابر 8 طبعا هنا 8 9 10 طبعا يخص ايه الجزية الجرامة يعني مفيش داع انه هتروح الشغل بعد اجازة يبقى خدنا يأتي بعدها فعل في المصدر خلي بالك طبعا هتو ماضي وعندنا هستو ما فيش حاجة اسمها هستو خلي بالك هنختار هنا هفتو يعني ليس من الضروري ان مش مضطر انها تذهب للعمل لانه اجازة خدنا قاعدة هفتو هستو ينبغي ان ويأتي بعدها هفتو الفعل في المصدر نمبر ناين افريكا از نوت از كولد سبيس يوروب طبعا يقولك قارة افريقيا مش برد زي اوروبا طبعا خدنا للمسواف صفة بنقول از وصفة واز بعدها ولو من في بتبقى از نوت وبعد كده از وبعد كده الصفة وبعد كده از التانية طبعا انا سألت هنا بضاز هل علي يعيش في شقة صغيرة طبعا طالما انا سألتك بضاز يبقى تجلب بضاز او لو اجابة مثبتة يبقى لو اجابة من في يبقى عشر جمل عليهم عشر درجات بعد كده هنتقل الى السؤال قبل الاخير عندي نمبر فايف طبعا بيجي لك كلمة او كلمتين خلي بالك وطبعا تشوف الصح الصوب بتاعهم طبعا بيكون دول اي جرامر عندنا نمبر خلي بالك قعدة ها 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 يبقى هنا عندي داز اللي هو هل وبعد كده الفاعل ثم ها 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 هاز هاف ومصدر هاف هاف ومصدر هاد هاف اقول تاني مصدر هاز هاف ومصدر هاف هاف ومصدر هاد هاف يبقى كلهم مصدرهم هاف يبقى طبيعي هنا هقول ايه بعد كده نمبر تو هو بيجاوب على الاسئلة ايزي خلي بالك ايزي يعني سهل وخدنا درس الظروف والصفات طبعا هنا هو يجاوب على الاسئلة بسهولة طبعا ايزي قلبنا الواي الى اي ثم اضافنا ايه الواي اضافة الواي للصفة تجعلها ظرفا بستثناء بعض الصفات الشازة وطبعا له شرح تفصيل على القناة نمبر ثري خلي بالك انا عندي الو اتش في عندي وات وبعد كده دو او داز وبعد كده ثم الفاعل ثم الفاعل في المصدر يبقى هنا طبيعي هتبقى وات داز اي ماد ايت وات داز اي ماد ايت بعد كده عندنا نمبر فور طب احنا المدرسة بتاعتنا بتخلص او بتنتهي الساعة ثلاثة خلي بالك الجداء والموعيد والتوقيتات والقطارات والصفر والكلام ده نحطه في طبعا ده درس سهلي جدا وخلي بالك هتاخده في الوحدة الاولى في تلتة عداد السنة جاء ان شاء الله في الدرسين الثالث والرابع سنة تلتة عداد انا مفكرك من دلوقتي طبعا هنا our school finished at three o'clock طبعا حطتها في ال present ايه في ال present simple بعد كده رايتنج طبعا السؤال ده حبيبي بيكون عليه اربع درجات انت حنقول له عليه خمسة وتلتين درجة تضرب الدرجة في اتنين تبقى سبعين درجة وتلتين درجة عمل سناي يبقى دي مية درجة مبروكين عليك عندنا رايتنج انا رايت ان ايميل of about 90 words to your friend مصطفى to tell him about your new house يعني اكتب ايميل الى صديقك مصطفى بعنوان your new house بيتك الجديد your name is aحمد اسمك احمد and your email address is aحمد at gmail dot com your friends email address is mصطفى at gmail dot com خلي بلك شرحنا شرح تفصيلي ازاي او فيديوهات منفصلة ازاي تكتب الايميل بالتفصيل ولكن طبعا احنا هنا انا مجاهزو لك شكل مباشر هنا طبعا طبعا احنا مش هنشرحه بالتفصيل لان نوليه فيديوهات خاصة به واسيب لك في ال end screen برضو ازاي تكتب ايه او اا تكتب ايميل طبعا عندنا السطر الاولاني عندنا السطر الاولاني هنا from from يعني من هنا تكتب الايميل الكامل بتاع المرسل او الراسل بمعنى صح المرسل اول الراسل اللي هو بيبعت مين اللي بيبعت كان احمد خلي بالك الايميل بتاعه كامل يبقى from احمد اد جيميل ده السطر الاولاني كاملا انتقل للسطر التاني اللي هو ايميل المرسل اليه او المستقبل اللي ورايح له الايميل اللي هو مصطفى طبعا هنا نكتب اي اا مصطفى اد جيميل دوت كوم وده السطر التاني بعد كده سبجكت سبجكت هنا الموضوع الموضوع هتكلم عن ايه خلي بالك انا كان بيقول لك about your new house طب انت لما هتتكلم لما انت ايه لما انت هتتكلم فبدل your new house طبيعي هتكتب my new house حلو كلام طيب بعد كده تنزل ده السطر التالت بعد كده السطر الرابع هتكتب دير مصطفى عزيز مصطفى خلي بالك بعد دير مصطفى بتحط قمى وتسيب الباقي ده كله برضو ايه برضو فاضي وتنزل بتسيب intention حتة صغيرة كده هو مسافة حوالي واحد سنتي وبعد كده تبدأ الكلام خلي بالك في الايميل ممكن نكتب جملة افتتاحية او جملة مقدمة كده بداية طبعا هو في الايميل بيقول لك اكتب تسعين كلمة about 90 words حوالي تسعين كلمة واحد يسألني عشان ما تكتب ليش في التعليقات بعد كده التسعين كلمة دول من فين من اول فين من اول كلمة لغاية احمد اللي تحت خالص خلي بالك دول تقريبا مية وعشرة كلمة احنا بنكتب بزيادة نبدأ نكتب جملة هنا خلي بالك انا مبسوط جدا ان انا ابعت لك الايميل ده ممكن بدل ممكن تكتب يبقى انت جملة تبدأ تسأل عن صحته تسأل الشخص اللي قدامك وخلي بالك ممكن تقول بعد كده بعد كده تبدأ خلي بالك الجملة او ربعا انا مبسوط جدا ان احنا عزلنا خلي بالك يعني عزلو الى خلي بالك انهيت الجملة خلي بالك شرحت لك في الفيديو اللي انا سيبولك في الويند سكرين شرح تفصيلي فيديو خاص هنا عندنا لدينا بيت كبير البيت ده هنقول عليه البيت بيتكون من ثلاثة ادوار بعد كده تبدأ تكمل هنا يعني عايز تقول ان اخويا كان بيشاركني اوضة في البيت الاديم ولكن دلوقتي الوضع اختلف أنا عندي قطي المنفصلة الخاصة بي لوحدي وبعد كده فلسطوب عشان انهيت جملة يعني عايز تقول ان الاودة بتاعتي يعني بتطلب يبقى لها يعني في منظر جميل كده من الشباك بعد كده فلسطوب يعني بابا عشان هو عارف ان احنا بنهتم بالقراءة فعملنا اوضة لقراءة لقراءة الكتب ات اللي هي الاودة خلي بالك حلو يعني فيها كثير من الكتب يعني اه اجدادي تيتا وجده عايشين مع هنا في الدور الاول ممكن تقول دور الارض دي ما فيش مشكلة بعد كده الجملة خلصت بعد كده هنا يعني انا بستمتع بلعب الشطرانج مع جدي في الجنينة كل نهاية عطتين وفي الاخر خالص ممكن تكتب واحنا مبسوطين جدا ربنا يبسطك كمان وكمان طبعا هنا هتنهي هتكتب تحياتي وتعمل بس هتكتب يورز يورز دي اللي هو الراسل الراسل اللي هو مين اللي هو احمد اللي كانت فرون فوقه خالص احمد ولكن انت هتكتب احمد فقط بس خلي بالك ما تنساش انك تكتب احمد بكابتال ايه كابتال ايه كده انتهينا من شرح او حل سامبل تاست نمبر تان ملحوظة بسيطة انا بعض الناس ليه الاسب انا ما عارش ازاي يعني بيبعتولي بيقولولي مش نفس الكتاب اللي احنا بنحله ومش نفس الكتاب اللي معاه ومش عارف ازاي الكتاب اللي معاه كتاب المراجع ناية الفين اتنين وعشرين قبل ما تسأل تأكد مني انت بتشتغل من كتاب ايه كتاب قديم ولا جديد ده كتاب المعاصر الفين اتنين وعشرين النموذج العايش صفحة مية